السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لما يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لو معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شو بير ديزات قناة اللي نتكلم اليوم على قرار رسمي تمديد حجر ليلي إلى أربع ولايات جديدة يعني أولوب الأربع ولايات وهي أعلنت الحكومة الأربعاء تمديد الحجر الليلي إلى أربع ولايات جديدة إلى جانب تجديد تدابير معلنة سابقا إلى غاية 19 أبرير الجاري وحسب بيان لوزارة الأولى فإن تطبيق تعليمات السيد الرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اتخذت الحكومة سلسلة من تدابير الرامية لحماية السكان وذلك منذ بداية الأزمة الصحية نجم عن بيروس كورونا وأضاف من أجل مواصلة الجهود التي بذلت على مدى أسبوعين الماضيين لمحاولة احتواء وابا البيروس كورونا وإذ يتعين تذكير بأن هذا البيروس لا يتنقل إلا بفضل تحركات الناس الذين يشجعون انتشاره فقد تم تمديد تدابير الوقاية من الوابأ مكافحتي التي قررتها السلطة العمومية لفترة إضافية يعني الناس الذين يقولون لك الذين يقولون لك الذين يددون لهم كما يقولون خارجوا راكم حاطينها في حبس اخرجوا واحدك أخوي بيين بيينوا هذو الناس الذين يقولون لكم حاجة وانتا قاعد فيه دار تقولون لهم نخرجوا تمتع ينعلق وتخلي الناس تكمل الكفرة اخرج انتايا ينتظروا هذو لهم كأثيرا كما الهند المطرة يأكل لا يزعق المطرة وما يتحدث يجب أن يتجعب يجب أن يشعب الناس حاجة صغيرة ما خلوهاش تكبر حبسها حبسها وانتلقى اليه يخرج يتلقى رابكم حاطينها في حبس شنوعد الشيطان اخرص كتل الناس ويعود بي كتل الناس واخد اخرين اخرج وحدك اخرج اخو يارب الدبلاكا ودور اخرج وحدك اخرج اتمرق في لار اخرج الله يسهل عليك اخرج وانت قاعد في دارك وانتحوز على الغاش يخرج وان اوضح وعلاوة على اجراء الذي اتخذه السيد الرئيس الجمهورية فيما يخص تمديد اغلاق واندور الحضانة والمدارس والجامعات ومؤسسات تكوين لمدة اسبوعين فقد بدت التدابير اتيها الى غاية يوم الاحد 19 ابريل 2020 تدابير تقييد الحركة منصوص عليها بمواجب اجراء الحجر الكلي المطبق على ولاية البليدة ان شاء الله بربي هذا الوابأ يتربد علينا ان شاء الله يا ربي كما يقول لك لانا نحسبه بسوية ان شاء الله يا ربي هذا المرض يروح علينا هذا المرض ربي ربي يربد علينا هذا الوابأ هذا هذا الوابأ يعني طلبه ربي يربد علينا هذا الوابأ تدابير تقييد الحركة وانا كيفاش تقييد الحركة منصوص عليها بمواجب اجراء الحجر الجزئي المنطبق على الولايات الجزائر وان ولاية الجزائر والجزائر العاصمة واباتنا وتيزيوزو واسطيف وقاصنطينا والمدية ووهران وابومردس والوادي وتيبازا وانغلق اماكن التي تستقبل جماهير ومحلات تجارية وكذلك وقف وسائل نقل المسافرين وقف المنافسات والانشطة الرياضية على وتعالى ذلك فقد بدد اجراء الحجر الجزئي الى ولايات بجاية وعين دفلة مستغالم وبرج بوري ريج وسيدخل هذا الاجراء حيث التنفيذ افتداء من يوم الخامس ان شاء الله ربي يكون لكم الساعة السابعة مساء الى الساعة السابعة مساء من السبعة صباحة السمعة عشر وذلك الى غاية يوم 19 أبريل 2020 19 يوم وأكد بيان تغتنم حكومة هذه الفرصة لتجديد دائم ندائها للسكان للتخلي تحلي باليقظة والامتثال السارم لقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي على النحو الذي أوصت به السلطة الصحية وقد تم من جهة أخرى اتخاذ جميع التدابير من أجل ضمان الأمن الصحي والتموين المنتظم للمواطنين فضل عن مساعدات اللازمة للأسر والأشخاص المتظررين من تدابير المأخوذة يعني نقولوا باللي نحن إن شاء الله بربي كما يقول لك التدابير الصحية بسارامة يا أخو يا أقول لك السبعة من السبعة السبعة أخرج في وقت الحاجة أخرج تشري حاجة بل خاف وعود ولي دارك بل خاف ولي دارك لازم تخرج ولي دارك أو تخرج أو تنخي أو تخرج Healing أو تقضي أو تنخل أو تنخل وعندما نقول يا أخي نقول لك بل مجمعة الأمر أنا لا يقول لك لأنني أقنق لأيدي 45 عام ولل أقول إن بني صحيح بني إن بني أن نقول لهم و لم CRP ترك في عائلنا ويصبحا يعدح يشارف التوغير ويقول لي أن تزير قريبا المطرح لحل تزير المطرح تزير المطرح يقول لكم يلتزموا البيض هذا لماذا أقول لكم هكذا ليس صغير لا أغلق مني أنا والذي يتحرك أضوكها السنتقى فانك نطبقوها ونقارن ربي صلي اغتنم الفرصة الصالات قوم الصالات تاعك في الليل إلا ما تنوش بكري قوم الصالات قوم الصالات كما صار من ديك 12 تعليل خير ما تقول مقابل تليفيزيون لا قوم الصالات حل الكتاب حل الكتاب بتاع القرآن اقري ولادك مع وليداتك فانك فانك حاجة مليحا إلا الزوجة تاعك ما تقراش مليح علمها تقرأ يعني كان بزيف أمور أرقيد دير كاسات تاع قرآن ركت عاود معها ركت عاود معها يعني كان بزيف أمور حلول ولا لا مليح كان إقلاع على الخمر ما هي إقلاع على الخمر إقلاع على التدخين إقلاع على المخضرات كان بزيف سوالح مليح كان بزيف سوالح فائدة في هذا الكورونا والله لا فائدة تقرأ قرآن تقوم الليل يعني بزبقهم وتقرر أولادك تلعب مع أولادك أولادك يتملهم ويملوك حاجة مليحة سبحان الله أرى يضعون السبعات على الصباح السبعات عشية ويزيدوا يشوفوا يقودوا يتاستوا وعلى ربي إن شاء الله حنا نقوله كلش على ربي خاطعنا نأمنه بربي ونأمنه بالسنة النبوية أمنه بربي والسنة النبوية على ذلك كلش نمخلينه في يد الله لا إله الله وحده لا شركه له لا هو الملك ولا هو الحمد ولا كل شيء قدير يعني كلش عند ربي كلش بيد ربي أنا يا غيزي يدى برك غيزي يدى مكان ولو والله مكان ولو كيف يتجعل امانة أن يسحن بإنجاب الناس؟ من الطبيب؟ يجب أبداً ، الدول وكيف يتجعل منهم الدول الذين يتبهون بالصحة ، الإسبيترات القدس والدول وقفوا بإنجابات الشرطة ودفحوا بالموت ، تاريخوا بالموت وفي فرنسا يتحرك أكبر لأنهم يحرقون الموتى ويقسونهم ويقسونهم في 70-80 عام ويقسونهم ويقسونهم التازموا كلنا في الخارج المسلمين التازموا البيوت وإن شاء الله في ربي كل شيء تحيان جزائر الحمد لله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي اللي 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 لا اله الله الله اللهمенной كل حمد و لكن حمد في فيها اللهم تبخلنا هنا صنعنا الله حبيavي أبي صندوق